شاهدين أهلا بحضراتكم معنا لتاني فقرات الحوار لهذا اليوم بشرفني فيها يكون ضيفي المهندس عبد الحميد عامر الخبير الاقتصادي أهلا بيك بشمهانس أهلا بيك أهلا بيك بشمهانس مساء النور على حضرتك بشمهانس يعني النهاردة رئيس الوزراء بيشارك في منتدى مهم وهو منتدى البوابة العالمية ومعروف أن هذا المنتدى عمله الاتحاد الأوروبي لتسهيل الاقتصاد ما بينه وما بين الدول الأخرى وكمان ده هو رايح نيابة عن الرئيس شخصيا في الموضوع رفيع المستوى يعني طبعا خلينا نعرف من حضرتك إيه المنتدى ده وقدم إيه مثلا قبل كده وإزاي مصر ممكن تستفيد منه الحقيقة طبعا العالم كله النهاردة مهتم بالاقتصاد الأخضر أيه فاندى فالاقتصاد الأخضر ده النهاردة هو المفروض اللي يبقى بداية العالم طبعا الجديد زي ما نقول العالم الجديد أيه ما فيش تلاف التلوث ما فيش كربون ما فيش حاجة اللي إحنا لو انت خد بلك في الأيام الأخيرة بتلاقي فيه زلازل على مستوى العالم في أماكن ما تفرقتها هتلاقي فيه إحصارات برضو حاجات فده المؤتمر ده مهتم بكل حاجة جرين اللي هي الأخضر وبما فيهم الأهم من أي حاجة هو الاقتصاد الأخضر اللي إحنا نقدر نقول إحنا إن شاء الله اللي هو المستعبل الطاقة اللي جاية ريب يعني إحنا حققنا يعني تفرف في مسألة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بالذات رغم إن إحنا ابتدينا من حيث انتهى الآخرين يعني إحنا مش أول ما نبتدأ الحديث عن الهيدروجين الأخضر لكن قدرنا نجيب استثمارات وعملنا مصانع يريدنا نتكلم عن الحكاية دي حقيقة هو لو إحنا بدأنا بعد من الآخرين بدأوا فدي كويسة ليه أنت بتاخد أحدث تكنولوجيا طبعا فنبقى إحنا بنقله الحاجة إيه اللي هي إيه زي ما بقولوا عليها متأشرة كده فطبعا إحنا بدأنا في الطاقة الشمسية ده يعتبر طاقة متجددة وفي طاقة الرياح وإحنا عندنا طاقة الرياح كويسة جدا وخاصة على البحر الأحمر ايه وطبعا الطاقة الشمسية مصر تستمتع بالشمس على مدار السنة ودي بتدي ميزة لمصر في الطاقة الشمسية فإحنا الحمد لله إحنا بدأنا بخطوة كويسة إن إحنا في الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة فإحنا الحمد لله مصر لها مكانتها دلوقتي دكتور مصطفى يعني ألقى كلمة مهمة الحقيقة تحدث فيها عن المشروعات اللي موجودة في مصر تخص الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر بشكل عام حضرتك بتشوف إنه إلى أي حد مصر قدرت إن هي تحط رجليها كوحدة من أهم الدول اللي هتحتمد على الطاقة المتجددة وتبادلها أيضا طبعا زي ما قلت لك الموقع الجغرافي المصر ده قد المصر مكانة كويسة جدا بالنسبة للطاقة المتجددة أي زي ما بنقوله إن موقع مصر الجغرافي من أحسن موقع عالم السواء العالم قدرت السويس البحر الأبيض المتقصد حتى دايما حتى في الطاقس ويقولك إن أحسن أجواء اللي هو البحر الأبيض المتقصد أي مناخ البحر الأبيض المتقصد أحسن مناخ في العالم وهي تستمتع به مصر فإحنا طبعا عندنا إمكانيات هيلة جدا بالنسبة للطاقة المتجددة أي فإحنا الحمد لله بدأنا نستغلها وبدأنا نستغلها بكسافة يعني أي بس طبعا هي عايزة الوقت وإن شاء الله أنا شايف في كل المناسبات الرئيس بيتم بيها وخاصة لو أنت خد بلك في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ أي كانت مهمة جدا في كل حاجة حتى في المصانع أي يعني دلوقتي في المصانع دايما نقول لك إيه استخدم الطاقة المتجددة النظيفة ما هو طالما طاقة متجددة النصيفة ما قلناشي طاقة متجددة عادية الطاقة المتجددة النظيفة واحد الحمد لله يعني في حتى يعني يعني في الوقت القريب مصب بتعمل مصنع إطارات مصنع كبير جدا أنه يبقى من أكبر المصانع في الشاق الأوسط كان من ضمن الشروط الكرس الشروط أنه هو يبقى بالطاقة المتجددة مع أن يعني صناعة العجل للعربيات دي عشان برضو يمكن لو إطارات كلمة صعبة دي من أكتر الصناعات الملوثة ملوثة لكربون وكل عاجل بس برضو قالك أنه هو عايزين الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة فهو دلوقتي عندك إمكانيات أنه ممكن يحط حط مصنع الإطارات وسط المدينة كأنك بتقول الحمد لله أن أنا ما كانش عندي هذا النشاط الصناعي مش بس الكويتش عموما يعني مزبوط دينا بنبتديه بس بنبتديه على نظيف على نظيف بالضبط في حاجة تانية ونتمنى المسؤولين يكونوا عارفين الموضوع ده وأكيد عارفين أكتر منه أن حضرتك الأمم المتحدة حطى أموال آه حوافز أو مزايا حوافز للي بيستخدم الطاقة المتجددة والنظيفة في المشروعات فبياخد نسبة من التكلفة أي فدي كمان كفي مصانع مصرية حصلت على الفلوس دي بالفعل يعني أو السندات دي آه هي طبعا هي لسه جديدة من الأمم المتحدة آه فطبعا الله أعلم مش متأكد أن في مصانع أخدت لا أنا متأكد بس أنا من ضمن من ضمن مصنع الإطارات ده أنا بلغت هم المسؤولين على المصنع أيوة أن هم يروحوا وبيقدروا يأخذوا 25% من التكلفة ده حاجة رائعة وده رقم كبير طب لقيمة المشروع مليار دولار صحيح فأنت ولم تاخد 250 مليون دولار أكي عظم بالزبط طب دفندم عايز أرجع مع حضرتك للكلمة اللي قالها دكتور مصطفى وقال فيها حتة مهمة قوي قال إنه كان من المقرر إنه سنة 35 أصبحت بحلول عام 30 حيبقى مصر بتعتمد على طاقة متجددة بنسبة 42% وده حول ضخم جداً هو ده حقيقة بس أنا متفائل أكتر من كده فضل يعني متفائل أكتر من 42% فضل ليه المجالات اللي عندنا البنية التحتية البنية التحتية بتاعتنا كفيلة وأنا ممكن أقول لك على حاجة صغيرة يعني مثلاً بيعملوا مشروع الطاقة الشمسية في المينيا فيه مساحة كبيرة جداً فأنت حضرتك ممكن تعمل توصل الحد خمسة جيجا وات مش ميجا خلي بالك من ميجا طبعاً جيجا وات يعني ألف عد الرقم بكتير ده تفاقل عظيم إحنا عندنا إذا كان الحديث عن الطاقة الشمسية عندنا بنبان وعندنا المشروع اللي حضرتك تفضلت بيه اللي هو بين المينيا وأسوت بنزوت وعندنا مزرعة ريح أكبر طبعاً أكبر مزارة ريح في العالم اللي بسمولة الإمارات هي على البحر الأحمر اللي هو رأس غارب والحيطة دي كلها البحر الأحمر كله وممكن على فكرة تعمل طاقة رياح على البحر قبل المتاصل يعني أنت عندك السحل كله تقدر تعمل فيه طاقة رياح طيب فندم يعني هذا المنتدى كيف يفيد مصر لأنه معالي الرئيسة وزراء هيعقد اجتماعات على الهامش مع كبريات الشركات العاملة في هذا المجال بالضبط لهو يفيدنا بإيه هو في المؤتمر ده بيبقى فيه شركات اللي هي متخصصة في هذا المجال فهو لو طبعاً أكيداً يتقابل مع الشركات دي ويشجحها في حوافز الاستثمار فأهم حاجة إنه هو يوصل لهم حوافز الاستثمار أي شركة واختبالك إنه هي تيجي في مصر تستثمر في الطاقة النظيفة وليه حوافز الاستثمار كذا يعني مثلاً إيه أنا ندي لكم الأرض ببلاش أنا نديكم البنية التحتية ببلاش هو ممكن شناخد أي درائب أول خمس سنين أول درائب خمس سنين فأنا أول ما ندي نقابل الشركات دي ونديها حوافز الاستثمار كويسة جداً والمناخة في مصر معروف ومصر وسط العالم ويشجحها إنه هو الطاقة الفايدة عندنا بلاد كتير جداً ممكن تاخدها مننا السعودية والأردن وإحنا دلوقتي الحد الكهرباء مصر بتوصلها لحد لبنان عن طريق الأردن واخد بالك والعراق وكده فطبعاً أكيد ليه نصيب الأسد في هذا الموضوع يعني رئيس الوزراء حقيقي إنه هو عنده فرصته إنه هو ياخد نصيب الأسد في هذا المؤتمر اللقاء من أي اتفاقات على الطاقة المتجدد طب خنم عايز أسألك عن المجلس الوطني الهيدروجين الأخضر ومشتقاته اللي يعني يونشئ حديثاً وقريب قوي هتعلن استراتيجية تعامل مع الهيدروجين الأخضر هل حضرتك بتشوف وطبعاً ما فيش شك إنه لو كانت مصر ما قطعتش خطوات جادة في هذا الموضوع ما كانش العالم كل وافق على إن كوب 27 يتعمل عندنا لكن هل حضرتك بتشوف إنه هذه الاستراتيجية وهذا المجلس لتزليل أي عقبات هيشجع مستثمرين كتير إنه هم يخشوا في هذا المجال يعتبر مجال جديد عليهم برضو يعني ده أكيد أكيد طول ما هو يدي حوافز السمارك ويسة كل ما انت تلاقي المستثمر اللي هو تشجعه إنه هو يعمل هذا الموضوع طبعاً المجلس ده أنا عارف إنه هو خاط تجربة برضو ونجحة وهو أعتقد هو عمل شراكة مع شركة دنماركية في مجال الهايدروجين الأخضر خلي بالك الهايدروجين الأخضر ده بينتج من التحليل الكهربائي للمية وده ما فيش كربون لكن فيه هيدروجين تاني البني والأزرق اللي هو من الحفريات ده بيبقى فيه حامل للكربون وإحنا في نفس الوقت الحامل للكربون بيبقى تلوث فإحنا بنركز على اللي هو الهايدروجين الأخضر اللي هو ناتج من هو تحليل الكهربائي للمياه طيب التحليل الكهربائي للمياه عايزة كهربا فإحنا عايزين نديها كهربا نظيفة نديها كهربا نظيفة بيه حضرتك نديها من الرياح نديها من الطاقة الشمسية نديها من الشلالات والتوربينات وكده فإحنا عندنا كل الحاجات دي عندنا صحيح يعني فإحنا مؤهلين أن نعمل هيدروجين أخضر عن أي دولة تانية مشكرك جدا باش مهانت شرفتنا جزيل الشكر لمهانت صعب الحميد عامر الخبير الاقتصادي وشكركم مشاهدينا بكرا إن شاء الله حلقه جديد تعيش تعيش شكرا نفا شكرا عافظ شكرا للمشاهدة